طب ايه العشوة التانية يا عم يوسف الاقتصاد احنا مش انبارح كنا بنتكلم على قوة ومتانة وصلابة الاقتصاد المصري فتيجي النهاردة تشوف الاجتماع بتاع مجلس الوزر برئيس الدكتور مصطفى مدبولي وهو بيتكلم على الصادرات المصرية بالقيم الدولارية وده بيبقى مهم في ايه حاجات القيمة الدولارية دي مش عشان يقشنا الدولار ولا يورو ولا مش دي القص عشان يبقى الرقم قدامك دايما في ايه بنسبت عامل اللي هو ايه العملة في الحالة دي فانا جيت لو قلت مثلا والله ده انا صادراتي بالجنيه المصري كذا طيب سعر الجنيه المصري قد يتغير من عامل الى اخر او لظروف او اخرى امام سلة عملات اجنبية دولار استرليني يورو يوان الاخ الاخ طيب الصادرات المصرية بتحقق ايه 45 و 2 من 10 مليار دولار الاعلى في تاريخ الصادرات المصرية تاريخ من يوم ما عرفنا كلمة اسمها تصدير حلو طيب لما يبقى العام ده اللي هو واحد وعشرين 45 و 2 من 10 ويبقى المستهدف بتاعنا 100 مليار واحنا كنا اعلى قيمة تصديرية حصلت في العام المالي عشر احداشر عشرين عشر عشرين حداشر ثم مرينا بكل الظروف اللي حضراتكم شفتوها الحد 2014 يعني عطلة ما بعدها عطلة عطلة بس لا الاقتصاد المصري وقتها كان بالسالب يعني لا هو مستقر ولا صاعد صاعد دي انسان يعني من 2011 ل 2014 ما فيش اي شكل من اشكال الصعود ولا الضخ الاستثماري ولا استثمارات مباشرة ورأس المال الوطني اللي هو رجال اعمال بعض من الرجال اعمال المصريين خافوا وقلقوا فخدوا بعضهم وقفلوا استثماراتهم بدوا استثماروا في دول تانية شوف للدرجات دي كان الوضع عامل ازاي مؤلم مخيف طيب فما قالك بقى برؤوس الاموال الاجنبية ولا استثمارات حكومات ولا 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 قالك سلام عليكم قفل فبقى الاستثمار في مصر نازل بقى تحت الصفر مش صفر وده بمنتهى الدقة ما فيهاش اي مبالغة مش صفر تحت الصفر وبدأت انت تاخد الخطوات بتاعت الاصلاح اللي هيكلف الاقتصاد واحدة واحدة وانت بتعالج الملف بتاعك الملف الامني وحربك ضد الارهاب وبتعمل كمان معاها الحلول الفكرية وبتقدم كمان امامها المقاربات بتاعتك لمواجهة الارهاب مش بس في مصر ولا في المنطقة بل في العالم وهكذا فوصلنا الى الاقتصاد بطاعتك استقر وبعدين اصبح بيانه وبعدين اصبح صاعد فوصلت الى اعلى معدل استثماري او اعلى حجم صادرات وصلت له في تاريخك الاقتصادي الحديث الخمسة واربعين واثنين من عشرة دول ده معناه انه التارجت اللي اتحط او التوجيه او الامل او بمعنى اكثر دقة الدراسات اللي محتوطة واتكلم عنها الرئيس ان احنا عايزين نوصل في امد قصير الى المئة مليار جاية جاية يجي واحد تافه يقول لي اصلا الاقتصاد بيقع اشتركوا في القناة